السلام عليكم أخيرا وبشكل رسمي تطبيق يوتيوب كيدز أصبح متاح في الشرق الأوسط لكل من هواتف الأندرويد والآيفون هسيب لكم إنك التطبيق في الدسكريبشن تحت الفيديو تقدروا تحمله تطبيق يوتيوب كيدز المحتوى الموجود فيه هو فقط مخصص للأطفال أي كنت التطبيق بتظهر معانا على الشاشة بالشكل ده طبعا لما نضغط على فتح التطبيق بيفتح معانا بعرض الشاشة زي ما هنشوف دلوقتي زي ما احنا شايفين التطبيق فتح معانا عندك هنا خيارين أنا طفل أو أنا أحد الوالدين فهنضغط على أنا أحد الوالدين وهي هنا هنضغط على التالي السهم اللي في أسفل يسار الشاشة وهي هنا بيطلب التأكد من عمر أحد الولدين فهنضع سنة الميلاد وهي هنا هنضغط على تأكيد يمكنك الآن تسجيل التخول وإنشاء ملف شخصي لكل طفل وبعدين بنضغط على السهم اللي موجود في أسفل يسار الشاشة التالي ثم بعد كده بنضغط على التخطي وطبعا هنا بيقولك اختار عمر طفلك عندك أعمار مختلفة من سن 8 سنوات إلى 12 سنة أو من سن 5 سنوات إلى 7 سنوات أو 4 أعوام فأقل فهنضغط على وليكن مثلا 4 أعوام وأقل وهنضغط على اختيار ثم بعد كده بنضغط على تم وهنضغط على وافق وهي دلوقتي التطبيق فتح معنا بمحتوى على حسب العمر اللي انت حددته لطفلك وهي عندنا هنا في الأعلى فيديوهات العروض زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة ثم بعد كده فيديوهات الموسيقى وكمان عندنا فيديوهات تعليمية مختلفة زي ما احنا شايفين مفيدة جدا للأطفال وأخيرا عندنا استكشاف أو الفيديوهات الرائجة على اليوتيوب في هذه الفترة وكمان عندنا هنا في أعلى يسار الشاشة خيار سيرش أو بحث لو ضغطت عليه ممكن تبحث عن أي فيديو وانت حابب تشاهده على يوتيوب كتز وكمان عندنا ميزة مهمة جدا ولا يكن الفيديو اللي موجوده قدامنا على الشاشة احنا مش حابين نشوفه مرة أخرى على اليوتيوب أو يظهر عندنا في اليوتيوب كتز بيضغط على الـ 3 نوعة الرئاسيين اللي موجودين في الأسفل بيفتح معنا القائمة دي بيضغط على خيار حذر هذا الفيديو وبالتالي بيتم حضر الفيديو من عندك من يوتيوب كتز وكذلك الفيديوهات الشبيهة لهذا الفيديو وكمان عندنا ميزة مهمة جدا وهي ميزة المؤقت او تحديد وقت معاين لمشاهدة يوتيوب كيدز بحيث لما ينتهي الوقت اللي انت حددته لطفلك بيتم قافل التطبيق مباشرة وبدون اي تدخل منك وهي علشان نحدد وقت معاين لمشاهدة الطفل لتطبيق يوتيوب كيدز بنضغط في اسفل يسر الشاشة على خيار الخصوصية بيفتح معانا طبعا السؤال ده في جدول الضرب للولدين 9 في 8 ب 72 طبعا ثم بعد كده هنضغط على خيار ارسال هيفتح معانا القائمة اللي موجودة في صار الشاشة خيار المؤقت الخيار التاني بندغط عليه هيفتح معانا المربع اللي احنا شايفين قدامنا ده بتحدد الوقت المطلوب وليكن نص ساعة ساعة ساعتين وهتضغط على بدء المؤقت طبعا بيتم تحديد الوقت المطلوب ومجرد انتهاء الوقت اللي انت حددته بيتم قافل التطبيق مباشرة وكمان عندي نميزة مهمة جدا وهي ميزة الملف التعريفي وليكن مثلا انت عندك اكثر من طفل في البيت بأعمار مختلفة ممكن تعمل ملف تعريفي لكل طفل على حسب عمره وبالتالي الطفل ده لو حاب يدخل على تطبيق يوتيوب كيدز بيدخل على الملف التعريفي الخاص بيه وبالتالي بيظهر له محتوى متناسب مع عمره فلو حاب نعمل ملف تعريفي بنضغط في اعلى ايمين الشاشة على الدايرة بيفتح معانا طبعا الصفحة دي بنبدأ في عمل الملف التعريفي الخاص بكل طفل ده كان كل شيء عن تطبيق يوتيوب كيدز لو عندك اي استفسارك تيبلينا تحت في التعليقات وإن شاء الله بيرد عليك سريعا وفي النهاية أرجو لو استفدت من الفيديو ومشترك في القناة تضغط دلوقتي على زر الاشتراك وتفعل زر التنبيهات لأن كل يوم عندنا فيديوهات ومعلمات جديدة إن شاء الله ستنال إعجابكم وشكرا جزيلا على المتابعة